الزراعية مباشر مع سامح عبدالهادي حصتنا من مياه نهر النيل بالإضافة إلى المياه الجوفية بالإضافة إلى استخدام مياه الصرف الزراعي في الري لأكثر من مرة دي كلها عوامل للحفاظ على الإنتاج وعلى الحياة في الدولة المصرية إذن المياه لي أهمية قصوى المياه حياة المياه حياة النهاردة إحنا عندنا زيادة سكانية وزيادة سكانية دايماً بقول هي نعمة كبيرة يجب أن يتم استغلالها وإلا أصبحت نقمة لأن أنت الزيادة السكانية بتحتاج أيضاً لموارد من أجل المعيشة الكريمة بتحتاج لغذاء بتحتاج لمياه القطاع الصناعي مهم جداً أيضاً وجوده ونموه وتطوره وهذا بيحتاج أيضاً كميات من المياه وإحنا بنتكلم عن القطاع الزراعي القطاع الزراعي يعني إدارة الموارد المائية هي أهم جزئية لنجاح هذا القطاع أهم جزئية لأن أنت بتتكلم على كيفية إنتاج غذاء يحقق الأمن الغذاء القومي من أرض مساحتها سبتة ومن كميات مياه تعتبر سبتة لأن إحنا خلاص مواردنا متاحة ومصر ما هياش دولة مطارية ما عندناش مراعي طبائية في الموسم الصيفي وده موسم بالنسبة للمحاصيل الزراعية موسم مهم جداً وحساس النهاردة إحنا بنشوف ارتفاع فيه درجات الحرارة عندنا محاصيل الخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي بيوصوا برأي على فترات متقربة وأن يكون الرأي فيه المساء وأن احنا نحافظ على النبات من خلال الرأي متوازن وفي نفس الوقت أنت بتتكلم أن أنت عندك مشكلة في المياه في بعض المناطق يعني الناس اللي بتواجهها هذه الموجة الحرة وهي عندها مشكلة فيه مياه الرأي أو بصول مياه الرأي الأراضيها مش هتقدر تلحق نفسها دي بطبيعة الحال السادة وكلاء وزارة الرأي على مستوى الجمهورية أنا بشكرهم بيقوموا معنا بدور كبير جداً ومهم وتواصل سريع مع الفلاحية النهاردة أنا كلامي للمزارع وكيل وزارة الرأي أو أي أن كان المسؤول إحنا بنتواصل معنا الناس دي موجودة عشان تخدمنا تخدمكم أنتو بمعنى أصح تخدم القطاع الزراعي الدولة المصرية لكن الفلاح هو من يدير العملية الزراعية داخل أرضه إحنا مقبلين أو بدأنا فعلاً في موسم صيفي عندنا كميات مياه يجب استخدامها استخدام أمثل وأن يكون هناك عدالة في توزيع المياه وأن يكون هناك حفاظ على حقوق الجار النهاردة أنت لما تزرع أراضي مخالفة بمحصول الأرز أنت بتتعدى على حقوق الدولة وحقوق الجار مش عايزين تحصل أزمات وهذه تعتبر أزمات مفتعلة لأنه لما يكون عندي مساحة محددة بسبب 25 ألف فدان بالإضافة للأراضي اللي هيتم زرعيتها على مياه الصرف الزراعي زائد مياه أو زائد أراضي هيتم زرعيتها بأنواع متحملة للظروف المناخية الصعبة ومخللة في استهلاكها المياه أظن أن هذه المساحة تكفي لغزاء المصريين القانون بيتم تطبيقه وهو مهم جدا لكن أنا دايماً بحب أتكلم على الوعي أن أنا كفلاح لازم أبعارف أن أنا عندي موارد عاوز أحافظ عليها بحب أتكلم على الروح الوطنية اللي عند المزارعين اللي إحنا بنتعلمها منهم دايماً عندنا موسم حساس جداً كان الله في العون ربنا يوفق مصر والمصريين برحب بحضرتكم في حلقة جديدة من الزراعي مباشرة